مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات من الحياة عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفا من أهم الملفات الاجتماعية التي تشغل قطاع عريض من مشاهدين الكرام وفي هذه الحلقة نتناول ملفا في غاية الأهمية والحساسية ملف حلائتنا النهاردة بنتكلم فيه عن العفاريت الحقيقة أنه موضوع الجن وما إلى غير ذلك من الأمور التي تشغل قطاع عريض جدا جدا من المشاهدين وهي أزمة كبيرة نناقشها دائما ما بين الحين والآخر في حلقات برنامج من الحياة سواء فيما يتعلق بلبس الجنية لجسم الإنسان أو ما يتعلق باعتراف الأطباء النفسيين من عدم اعترافهم أو ما يتعلق بالنصب الدائر والموجود الآن بشكل كبير جدا في مجتمعنا سواء ما بين الناس الذين يدعون أنهم يعالجون بالقرآن الكريم وبين عدم اعتراف الأطباء النفسيين بهذه الشريحة الموجودة في مجتمعنا الأمر اتطور وأصبح له مراحل كبيرة جدا الوقت في المجتمع ووسائل الإعلام بدأت بتفتح المضوضة بزوايا مختلفة يعني الزمان كان معظم اللقاءات الإعلامية حول ما يتعلق بالمعالجين بالقرآن والنصب الموجود ما بين الدجالين والعرفين والنصب الموجود ما بين مشكلة الأطباء النفسيين والرقاء وما إلى غير ذلك الوقت أصبح للأسف شديد في كثير من البرامج الإعلامية يتم استضافة أناس فعلا يعني لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة لما يطلع النهاردة أكثر من مذيع في برامج التوكشو يستضيف سحرة أو يستضيف الشباب يفتنون الناس من خلال ما يعرضوه من تلك البرامج التلفزيونية يعني لعلكم سمعتم عن برنامج من البرامج المشهورة جدا ادعى الساحر أو الضيف في اللقاء أنه يستطيع أن يأخذ التلفون الآن من يد المذيع ويرسله إلى بيته والأمر حصل على الهوى وكان حقيقة الأمر أثار جدل كبير وواسع جدا جدا هنتعرف على حقيقة اللي حصل في البرنامج ده النهاردة إن شاء الله مع ضيف حلقتنا المصيبة الأكبر أن الأمر بدأ ينتشر وبدأ يعمل فتنة في البيوت بمعنى أنه واحد النهاردة يباعين حاجة في بيته وفجأة ما يلاقيهاش ممكن بقى تكون مراته خدتها حد من أولاده خدوا الحاجة حد دخل البيت وسرق الحاجة أيا كان هو نسى مكان الحاجة الله أعلم المضوع وصل للوقات إن هو لا الجن هو اللي سرق الحاجة دي من البيت وبدأ يروحوا العرفين ويروحوا لمعالجين بالقرآن والأمر بدأ يتطور ويعمل مشاكل كبيرة جدا في البيوتات وصل الأمر إلى خراب بيوت فعلا طيب الأمر لحد مضوع السرقة وبس لا اتطور أكتر وبدأت إن بعض البنات اللي ممكن تكون وقعت في جريمة الزنا أصبحت الآن بعدما اكتشفت حملها تقول وتدعي إن الجن هو العشرها الأمر ده اللي أنا بقوله أمر مفتعل أو جديد أو مش موجود لا أي حد يعمل النهاردة سيرش على مواقع البحث العالمية زي جوجل مثلا أو حتى من خلال اليوتيوب أو برامج التلفزيونية لا أصبح كثير من هذه الأخبار تنتشر الآن عبر المواقع الإخبارية وعبر برامج التلفزيون وإثارتها اليوم في حلقاتنا في برناج من الحياة حتى نرد على هذه الشبهات حتى لا تعدد فتن أكثر من اللازم زي ما احنا شايفين في المجتمع الوقت للأسف الشريب خلونا نفتح ملف العفاريت إنجاز التعبير مع ضيف حلقتنا النهاردة معنا ومعاكم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم أحد أشهر المعالجين بالقرآن الكريم أهلا ومرحام بيك أهلا بيك شخونا رب من ورد ما مشرفتنا ربنا يبري فيك لو بدأنا في موضوع السرقة يا شيخ إبراهيم يعني ونؤصل لهذا الموضوع هل من الممكن فعلا أن يسرق الجن شيء من مقتنيات الإنس في بيته أو في شركته أو ما إلى غير ذلك ولا الأمر ده ملوش أساس من الصحة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا السؤال يعني من أخطر الأسئلة تقريبا التي أثيرت في الآام السابقة نعم وهي كل فترة بتثار هذا السؤال هل الجن يسرق أم لا وتأتينا أسئلة يعني كثيرة جدا 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 إنسان يقول لي أنا قد حطت فلوس واتاخد منها مبلغ أنا حطت فلوس واختفت الفلوس بتختفي عندي من الخزنة أنا كنت حطت دهب والدهب ده نقص أو ضع المسألة دي عشان نقدر نقصل ليها والمشاهدين يفهموها كويس جدا جدا والناس تبقى عندهم علم شرعي في المسألة دي لازم نعرف الأول بعض الأصول الشرعية نعم بعض الأصول الشرعية عن عالم الجن إحنا أولا مين اللي عرفنا لفي جن الله الله سبحانه وتعالى عن طريق القرآن والسنة نعم الجن عالم غيبي أم عالم مرئي وملموس لنا غيبي عالم غيب نعم فهذا العالم الغيبي لابد أن نخوط فيه بنصوص شرعية واضحة وسبحان الله كل شيء في الدين واضح لو الإنسان تدبر في أصول النصوص نعم الجن ليه قواعد غير الإنس تماما ليه قواعد غير الإنس تماما في أمور وليه قواعد مشترك الجن مكلف زي الإنس الجن منه من مؤمن الكافر وده مذكور في أكثر من آية لكن الجن يختلف على الإنس في قواعد ثابتة ربنا عز وجل ذكرها في آياته القرآنية منها إنه يراقم هو قبيله من حيث لا ترونه نعم فالجن إحنا ما نشوفوش لكن هو شايفنا شايفنا طيب إيه القواعد التانية الجن بقى في مراحل من مراحل دي ممكن الجن إحنا نشوفه يعني ربنا عز وجل قال يتمثل في سورة إنسان أيوة يتمثل في سورة إنسان يعني في السورة العامة وفي الأصل العام الجن لا يرى في حقيقته لا يرى لكن قد يتمثل بسورة إنسان قد يتمثل في سورة إنسان أو حيوان أو أي شيء نعم فيرى وده هنذكره الآن فالجن له أكثر من حالة زي أنا بمثله بالماء الماء ممكن يكون ماء وممكن يكون ثلج وممكن يكون بخار لا يرى يعني الأستوديو اللي إحنا في دلوقت الآن في بخار ما ده يقينا ده كلنا شايفه ولا حظيك شايفه ولا أقدر ألمسه ولا حظيك تلمسه لكن لو أبقى مية ممكن يلمسه كلنا لكن حد فينا يقدر يمشي فيه لا يستطيع أحد فينا أن يمشي فوق الماء في سوراتي اللي هو ماء لكن إن تحول لثلج يستطيع أي حد فينا يمشي فوق هذا الثلج اللي هو في أصله ماء فالصورة اللي بيحكمها كل حالة لها قوانين خاصة تختلف عن حالة أخرى الجن فيه عمومه فيه عمومه ليه قوانين منها إن هو لا يرى منها إن القانون اللي بيمشي على المؤمن غير اللي يمشي على الكافر في عالم الجن إزاي؟ الجن أصلا جزء من الغيب والدين علمنا إن من سنن الله في خلقه أنه يعجل العقوبة لمن رأى المعجزة ولم يؤمن به كما حدث مع قوم صالح وكما حدث مع أكثر من قوم إذا رأوا الآية بأعينهم ولم يؤمنوا عجل الله لهم بالعقوبة فقالون الشياطين أنه معجل لهم عقوبات في الدنيا لأنهم يروا الآيات كما نص الأحاديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لو سمع الأذان يفر وله ضجي يعني صوت يجري يهرب ما يقدرش يسمع الأذان ودي حج عليه أن هذا الدين دين حق فهو يعذب بهذا الأذان ولا استعنس معه ومن السنن أن الإنسان إذا دخل بيته فذكر الله عند دخول البيت وعند عشائه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء منع من دخول البيت بقدر الله يمنع من المبيت ومن العشاء وهو يعلم ذلك فهذه آية له على أن هذا الدين هو الحق ومن السنن أيضا أن الإنسان أو هذا ذكر في الأحاديث أن الإنسان إذا سمى الله على طعامه لا يستطيع الشيطان أن يأكل معه نعم وفي غير مسألة فهذه المسائل وغيرها تجعل للجن قوانين في صورة مشكلة وصورة غير مشكلة الحديث الذي يعول عليه حديث أبو هريرة أيوة كل من استدل أن الجن يستطيع أن يسرق هو حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حينما جاءه قات يسرق من الصدق واحد جاي واحد هو شايف واحد لقى واحد جاي يسرق من الصدق فمسكوا والحديث مرشور مسكوا يبقى هنا شيء ملموس نعم ولا شيء خفيه لا ملموس شيء ملموس شافه ومسكه نعم واشتكل حاجة العيال قال له أنا عندي حاجة فسابه والرسول السلام لما أبي سيدنا وريرة صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعل أسير قال يا رسول الله شك الحاجة والعيال فخليت سبيله قال كذا بكى وسوف يعود اتكرر الأمر كذا مرة لغاية ما في الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم نعم استدلوا بقى أن الجن يستطيع يسرق ويسرق الأموال ويسرق الدهب ويسرق النقود بالحديث ده وما هي الحقيقة مع أن هذا الحديث ليس فيه أي دليل أبدا في هذه المسألة نعم لماذا لأن هذا الجني أو هذا الشيطان تشكل في صورة إنسان فالذي يسرق في هذه اللحظة من إنسان إنسان نعم زي وزيك بقى إنسان زي وزيك حكم بالقوانين وجمهور أهل العلم على أن الجن إذا تشكل بشكل حكم بقوانين هذا الشكل حتى الشيخ الشعراء وقال لك لو ضربته بالنار يموت لو مسكت هيتمسك ويكون الماد في هذا الوضع إيه الجن الجن ولكن في صورة من إنسان إنسان أنت لا تعلم أنه جن أم لا يعني اللي عرفنا اللي سرق من سيدنا بوريرة إنه هو جن النبي صلى الله عليه وسلم نقطع عشان نفهمها الجن حينما يتمثل في صورة إنسان يتمثل في صورة إنسان له وجود ولا إنسان ليس له وجود ليس له وجود ليس له وجود لكن ممكن يتمثل بشبيهه نعم ده قال يعني ذكر الشيخ الإسلام التامية أشياء من هذا نعم وقال أن هذا ينتشر في الطرق اللي فيها بدع لفتنة الناس يعني تمثل بشيخ ميت تتمثل بصورة ولي أو من أعتقد أنه ولي وما يشبه هذا في شريحة في المجتمع الشيخ إبراهيم هتقول لك أنا ما يفرقش معي بقى هو سرق هو هو متمثل بصورة إنسان أو هو جني إحنا تعالى الأول لشوف إيه الحالات التي تشكل فيها الجنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أكثر حالات مشهورة تشكل فيها الجنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حالة اللي إحنا ذكرناها الحالة التانية لوكا متمثل في صورة الثعبان في حديث الفتى الأنصري نعم كان فيه فتى حديث عهد بعرس واستأذى النبي صلى الله عليه وسلم يشوف زوجته نعم فر النبي صلى الله عليه وسلم قال شد عليك سلاحك فإني أخش عليك قريضة فقال فتا ماسك الرمح وماشي قبل ما يوصل البيت لقى زوجته وقفة بين يعني باب موارب كده وبين فهم أن يقتلها بالرمح وروب الحديث يقول فأصابته غير فقالت لا تفعل حتى تنظر يعني ما في البيت دار تشوف إيه اللي خلانا أخرج فما لما نظر لقى حية كبيرة منطوية على الفراش فهم فقتلها فلما قتلها قتلته يعني حصل صراع بينهم بين الحية وبين حتى يقول روالحديث فلا ندري أيهما كان أصرع موتا من صاحبه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فمن وجد شيئا من هذه العوامر فليستأذنها ثلاثة أيام فإن بدأ له بعد ذلك فليقتله فإنما هو شيطان فدل ذلك على أن هذه الحياة كانت من الجن الحديث الثالث اللي هو حديث أما النبي صلى الله عليه وسلم تفلت عليه عفريته من الجن ويقطع عليه صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمسكته فأمكاني لله منه حتى في رواية قال حتى وجدت برضا لعابه على يديه أو على أصبعيه يعني خنأوا درجة اللي هو الجن أو العفريت ده طلع لسانه قال فهممته أن أصبح أربطه أو أن أصبح أهممته أن أربطه في إحدى صرايا المسجد يصبحوا صبيان المدينة ينظرون إليه يلعبون به يبقى شيء واضح ولا لا طيب الجن ده لو كان يقدر بقى دي بقى النقطة بقى المهمة جدا جدا إن الجن لما بيتشكل بيحكم بقانون نقدرش يخرج بينه مرة واحدة يقدرش يفك نفسه يعني أبدا وإلا كان فك نفسه من سيدنا بريرة نعم وإلا كان هرب من الصحابين لضربوا بالرمح وإلا كان هرب بالنبي صلى الله عليه وسلم لم أمسك به يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إذن إن تمثل الجنية بصورة الإنسي حكمة بقانون البشر حكمة بقانون نعم لذلك هي كانت حوادث نادرة وحطت حت خط النادرة دي ألف خط نعم وهو لو تمثل أنا وإنت من عرفوش يعني أنا وحضرائك من عرفوش ده إنس عادي قدامنا هو شخص عادي قدامنا تمام فدلوقت عشان يقدر جن يقدر يشير حاجة من مكانها لذي ما تمثل بصورة إنسي إنسي نعم تمام طب هتقول لي طب مع الله طب مع الجن بيأكل مع الناس وبشرب مع الناس بيأكل مع ملا يملك رسم الله على وهو لا يشعر يبقى هنا الشيء ليس مدي هو شيء حقيقي واقع لكن لا نشعر به نحن نعم تمام نفس الشيء أم يجي جن دلوقتي يتشكل عشان يتشكل ويخرج الحاجة دي ويخرجها إزاي هيخرج ببرة بيتك إزاي وهيخرج وهيشيلها ويخرج ببيت إزاي الشيء التاني بقى الأشد من ذلك أن الجن طب السؤال هنا تمام والوقت تمثل بصورة إنسي جميل وسرع الحاجة فعلا طب حضراتك ما ينفعش هو في الوقت ده يختفي ويعود إلى أصلي كجنية ويخرج من البيت ما أدي بقى نقطة جميلة جدا أصي أصي من الشغل سامحين طاية الإخفة بالضبط مش شغل أفلام طاية الإخفة ولا شغل أفلام علي بابا والمصباح السحر نحن بحكم مشارع القوانين نعم كل الصور التي تمثل بها الجن على عادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها إضعاف وإذلال وهوان على الجن نعم كلها مبلغة السؤال المنطقة يقول لك هو استطيع أن يتمثل بصورة إنسي إذن يستطيع أن يعود إلى أصلي أيها بس ده في دليل العلماء في بعض كانوا مسألة دي قال لك اللي مسألة ليسا بهذه السؤولة نعم وإيه لو كذا كان بهذه السؤولة كان الجن اختفى ما أنا أقول لحضرين نعم يعني إحنا بنستنبت من الأحاديث أدلة لو كان المسألة بهذه السؤولة إيه اللي يخلي الجن يفضل في إيد سيدنا أبو هريرة إيه اللي هيخلي الجن اللي هو السعبان ينتظر لغاية لما الرجل يضربه بالرمح ويموت قدامه ما كان فك ده في دليل بقى وده لعله بحكمة الله عز جل أو ده ده ليه استنباطي مني من أن أنا كنت مخطئ أو غير مخطئ وفيها كلام من أهل العلم إنه هم عشان يجي يتشكلوا صعب جدا يخرجوا سريعا من هذه المسألة يعني وكأن المسألة والله علم بتأخذ وقت أو جهد أو تقوس فلذلك هم بيخافوا جدا 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 متشكل إنه ده مش قوطهم الحقيقية يعني بمثل الجن اللي بتشكل ده زي السمك في المياه السمك في المياه عاملت زي سريع قوي يقدر يتحرك يقدر يهرب لكنه خرج بره المياه حتى لو عاش هيعيش قد إيه هيبقى ضعيف لإمكانات محدودة فهو الجن لما يخرج عن قانونه الذي خلق الله عز وجل به ده بيبقى إضعاف لهيئته الحقيقة نعم السؤال في حال إنه تمثل في صورة إنسي وسرق ما هي الفائدة العائدة عليه في السرقة هل يستفيد بها في إيه هو يستفيد لو ما يستفيدش هو إنسان دلوقتي نعم مش هستفيد بفروس حاجة مع أنه فيها كلام تفاصيل لكن هو إنسان أحسن ببعض قالك لو جن كان بيسرق أو ده كان بيروده فيه على شبهة سرقة الجن ما كان سرق بنوك وسرق مش عارف إيه وإلى غير ذلك لا سرق بنوك وحدها كان سرق أي حاجة يعني لو هو عنده القدرة بالفعل على السرق بالصورة للناس بتقولها كان سرق أي حاجة المفاجأة التانية فضل الجن لا يغير قانون خلقه الله وده باتفاق يعني حتى لو حد يختلف معايا في النقطة اللي احنا قلناها من شوية لو افترضنا يعني فالجن لا يستطيع أنه غير قانون خلقه الله يعني إيه لا يغير قانون خلقه الله هنعتبر أن الساعة دي هيسرقها جن الساعة دي في خزنة الساعة دي فين في خزنة في خزنة طب الخزنة هنعتبر دي بابها الجن إزاي هيخرج دي من الباب هيخرجها زي من الباب وهي مقفولة هيخرجها زي من علبة وهي مقفولة هيخرجها زي من أي مكان وهي مقفولة إن الجن ربنا خلق دي كده خلق دي بقانون يحكمه زي الخشب وزي المعدن ما ينفعش أنا غير القانون ده أبدا يعني الجن ما عندهش قدرة على تغيير خلق الله عز وجل فعشان يجي واحد يقول لي أنا قد تحضت فلوس في خزنة ودي شفناها كتير جدا وتسرقت أنا قد تحضت فلوس في علبة وتسرقت دم هو ممكن يقول لي حضرتك إحنا بيشوف الصحراء اللي بيقدموا فقرات في المسارح بيدخل الحاجة في صندوق أو في علبة أو بتاعه ويبريها للناس فعلا وفجأة يفتح ما يلاقاش موجودة أو العكس كله خدع خدع كله أكثره خدع بدليل نعم حضرتك أنت ذكرت دلوقتي أن في مزيع جاب ساحر في الستوديو صحيح تمام نعم والساحر ده خد الموبايل بتاع المزيع وقعد يخبط عليه بشاكوش وقعد يمش يافع مش الحركات كده وفجأة الموبايل اختفى والمزيع غضب وإزاي وفين الموبايل فقال له ده في بيتي واتصل بأخوه وسبح الله أخوه جي في ديئتين بالضبط يعني أخوه جي من البيت في ديئتين ولكن زيانا حتى اللي تفرج على الحلقة طب ليه ما يقول لخيك بمسجل يعني حتى لو بمسجل في ديئتين ماشي أنا طبع مسجل أنا أنا أقولها على الهواء مباشرة وأنا أعمى أقول نعم وأدرك ما أقول المزيع موجود والساحر موجود وإحنا موجودين والموبايل معنا معنا الموبايلات زيارة أي حد ييجي يعمل الكلام ده معنا في حلقة وليه مني خمسين ألف جنيه دية أمي الحلقة تفسيرك إيه اللي حصل كله فيلم كان شو يعني كله فيلم اتفاق أنا تفسيري تفسيري بدراستي في المجال ده كل الحلقة كانت فيلم حتى تبدل الفلوس اللي هو تحويل الفلوس للجناهات للدرارات ده كان فيلم لو هو تحول وله هو حاجة وديع إحنا أنا أصلا يعني أقولتها فيلم يعني خفة يد مثلا خداع مصهري خفة يد بتاعت الدرار الدرار لكن المزيع عشان التلفون يكون موجود ده كان شغل منتاج وقص ولز وأنا بقولها على هوا مباشرة وأنا أعمى أقول وعلى مسؤولية الخاصة خمسين ألف جنيه مني لو استطاعس اللي هو المشعوز ده أو الساحر ده أو اللي هو بيعمل العبه لوانية ده يعمل الحركة دي قدامنا خمسين ألف جنيه والله العظيم تمام لكن بقى لو ما جاش يبقى ده أكبر دليل ده كان كله شو وده بقى المصيبة إن إحنا يجي الناس يجي حد يتهم العلماء أو المشايخ اللي ببوز دماغ الناس وبتثير فتن وشهوات وشبهات وقراء غلط وهم أصلا تلاقي الإعلام هو اللي بيثير ده جيبه واحدة مثلا لو بيصاعوا مصك وتقولك الجن كان بيعشرني وعمل لك شو جامد جدا طب أنت أجيب حد يناقشها بتناقشها في إيه أنت بتناقشها في إيه ما تقولك الجن كان بيعشرني وأنا حاسة بكذا وأنا حاسة مش عارف بإيه أنت بتناقشها أنت بتثير مشاكل أنت كيف تبتح باب فتن يعني الحلقة الفقرة دي يعني بقى أي واحد ييجي يسرق ويقولك والله أنا فروسة راحت مني ده فيه السحر خد مئة تقدر تقول له لأ الجن خد مني فروسة تقول له لأ ثم أنا هقول للناس هنفطار إن هذه الحلقات تحدد فتن وبالتالي الناس كل ما تحسن مصيبة يحولوها على الجن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشانا فليس من هذه الأمور التي تأخذ بمزح وتأخذ بتهريج وضحك وكثرة مشاهدات والله يحدث منها فتن لا يعلم بها إلا الله عز وجل أنا بيجي لحلات كوارث ويستشهدوا بحلقات في الإعلام يقولك ما وفلانا قد طلع وكان بتقول الجن بيعشرني وفلانا كان طالع بيقول كذا كذا فكوارث يعني فتن لا يعلم بها إلا الله عز وجل إذا مسألة إن الجن يعشر إنسي هذا أمر غير صحيح دي هنتكلم فيه بس نقفل الحتة دي نعم هي دي اللي فيها تفصيل مسألة بقى هنضيف حاجة تانية هنفترض إن الجن بيسرق هنفترض إن الجن إيه؟ بيسرق طيب النبي صلى الله عليه وسلم ألف حديث ممكن يسرق لو تمثل بصورة الإنسي لأ هنفترض إنه بيسرق من غير ما يتمثل بطبيعاتي بطبيعاتي نفترض جدلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حيث صحيح أن الجن لا يفتح بابا مغلقا ولا يحل رباط ولا يرفع غطاء وكان ذكر شرق يعني نحن نسمي الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد يعني محدش ملقاش غطى يضع عود أنت متخيل حداك يعني عود يعني كده ألم عصاية أي حاجة ده دليل على إيه؟ إن ده بيكون حائل بين الشيطان وبين أي شيء نعم ده رفطاتنا يحمل إحنا بنقول لأي حد وده الأسف كان بقى أسألة بقى كتير يقول له حط الفلوس بتاعتك في قلبة قول بسم الله وغطى يقول له والله دي مش درواشة إيه دي مش درواشة لا ده حيث نبي صلى الله نعم أقول له أقول لك شو إحنا في 22 عشان رياحهم ونتكلم في إيه فيتكلم في إيه يا شيخ عمر اللي بيتكلم يقول لك إحنا في قرن العشرين يخش على جوجل يقول إيه كتب بس كده الجن في روسيا الجن في ألمانيا الجن في فرنسا خروج الأرواح في بريطانيا وهيشوف مهازل مش هيشوفها في الدول العربية نعم سيرى مهازل بأعيني بعينيه لن يراها في الدول العربية نعم وعلى عينها كداجر وبرخصة وبترخيص وبتصريح وكل حاجة تمام فالمسألة هنفترج هنفترج جدلا تمام أنا بقول له يا عم أما يحد يسألنا أقول له يا عم هنفترج إن ده جن انت مصدق كريم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له خلاص حط الحاجة وسامي الله عليه سامي الله على الفلوس اقفل عليها بحاجة بكيس بغطى بحاجة يقول له والله عم الشيخ حطيتها وسميت اللي عليها وعملت وإيه وبردق بتقول له معنا عشان تعرف ده مش جن حد بترأك الحاجتين بل قلت عليهم ومفيش حد بعدها لقى حاجة حاجة سرقت وصلتهم بحاجتين ده ده بقى قتنصحت لقى حد أقول له جيب حاجة وحط فيها فلوسك سوأ خزنة أو علبة أو أي حاجة وكلها إفل أو كلون ليه نسخة واحدة من المفتاح نعم المفتاح ده متعلق بحبل في القابتك بتاكل بتشرب بتنام بتروح الشغل أو أخذها بتختسل الحبل في القابتك فيش مخلوق المسر كل اللي عمل بالنصيحة دي لم يسرق منه جنيه واحد وحتى ما قلتهش سامبي ده دليل على إيه الغرض من ده إن المفتاح ممكن يكون في مكان حد يقدر يفتح الخازنة أنا مش دعا بقى هصولي هصول معظم هصولي 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 بردو الواقع يا شيخ أبراهيم عشان بردو أضمن إن أنا فلوس ما تسترقش هعلق المفتاح في القابت موارته هبتكلم في حالات حالات شهزة بمعنى إيه أصلاح دي يقول لي أنا ما فيش غير مراتي في البيت فيش غير ابن أنا مالي أنا مالي أنت ما تشكش في مراتك ما تشكش في بيتك إحنا في الاستشارات النفسية اللي ساعة كنت بيجينا كنا بنشوف كوارث لا تخطر على بال إبليس نعم والله لا تخطر على بالإبليس نفسه يقول أعوذ بالله من هؤلاء نعم من اللي بيعملوه يعني بتخيل حضاك دي فشيء يعني غريب جد أنا واحد تخيل حضاك واحد جالي مرة بقولت له مراتك معلاش حاجة وكان بيحصلها بقى إيه يعني جسمها بيصفر وعلاماته ومش عارف إيه بتاع إزاي قعد يجدلني تلات مرات يعني يجيلي تلات مرات في الآخر راجل إيه سبحان الله ركب كاميرا اكتشف بقى حاجة في الفيديو لقى فيديو كده لمراته جابت حاجة ورمتها في مكان وبعدها جات قالت له أنا تعبانة أنا حاسة المكان دي في حاجة ده بعدها فجابت أقول له أنا حاسة المكان دي في حاجة أنا مش قادر أخش الأقوضة وعملات رعش وتعمل وفي الآخر لقيت إيه ده فتح لقى حاجة مكتوب الله أحمد روبتها راجع الكاميرا لقى هاي اللي حطها بإيديها إيه 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 الله كل ما تسمع ولا تصدق نصفنا طبعا طيب في نقطة مهمة كمان كان فيه برضو مشهد مشهور جدا في برنامج برامج التوكشو إن المزيعة معها الموبايل بتاحها والموبايل ما بيفتحش إلا ببصمة الوجه تمام خدوا صاحبنا اللي معها في الحلقة ده وحطوا على وشه وفتح الموبايل إيه إحنا موجودين آه الخمسين ألف جنيه موجودة تمام حل أنت الخمسين ألف جنيه مستغنى عنه موجودة أيها هممكن نزود عادي فيش مشكلة خالص ما هو نفس اللي بتاعي يعني أو كلهم جماعة واحدة أحنا لا أمكن السحر السحر موجود يعني السحر موجود وحقيقة لكن ده مش سحر العمود ده لوه سحر نعم ولا هو بجن ولا هو أي حاجة ده شغل سمحني شغل أفلي تمام شغل الكاميرا الخافية حدث بيتراهنهم على ده مش براهن الراهن من طرف واحد يجوز الراهن من طرف واحد يجوز طيب أنا أراهن إن كانوا صادقين إنه هو يقدر يخلي التليفون يروح عن طريق الجن أو السحر أو حتى عن طريق الألعاب البهلونية نعم أدي له خمسين ألف جنيه طيب أنا عندي نقطة أحسن من ديو دي جميل بدأ ما تتحدى هؤلاء وسع على إخوانك بالخمسين ألف جنيه معاك في الستيديو ما هذا ده وصيق على فكرة هممكن يلم منكم خمسين ألف جنيه بجزاكم الله خير يعني ربنا أحفظك يا رب يبقى نقطة السرخة دي حذك أنهيت فيها الجدال بأنه الجني يتمثل في صورة الإنسي ثم يسرق نرد السرخ هيبقى إنسان هيبقى إنسان زي وزيك ويوضع لقوانين الإنس هيواجه صعوبات الإنسان هيواجه صعوبات الدخول والخروج والاختفاء فهتبقى شيء بصعب جدا ننتقي بقى إلى شق المعاشرة الأمر اللي أثار جدل واسع جدا في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية وطلعت آخرها إحدى السيدات بتقول أن الساحر أو العراف أو أي أن كان اللي قالته أجبرها على المعاشرة وبالتالي هي حامل في جن أو ما إلى غير ذلك الوضع ده إيه؟ الساحر الأكبر على المعاشرة نعم ولا الجن اللي أعشرها هو كلام حصل فيه تضارب مرة الساحر مرة الجن كل شوية نسمع كلام مختلف من شخصيات مختلفة والأمر بقى منتشر جدا المضوع ده ليه بقى؟ هي أمر معاشرة الساحر لبعض الفتاة دي ده أمر منتشر جدا بحجة إنه اللي أقوله أنت عندك سحر صفلي والسفلي مش هتحل غير بالسفلي يعني لازم أعمل معاك وشأ حرام نعم يضع فيها مطفة طهيرة أيوة ده حاجة يا ربنا عافينا ده ضرب من ضروب يعني الخبل نعم وضرب من ضروب يعني البنت بقى فقد الوعي فقد التفكير فقد أي حال في الدنيا عشان خاطر ترمي نفسها الرامية دي وده إيه اللي الدين وإيه اللي ده علم والله والله شخمر أنا جالي حالة يعني أنا كنت في زهول يعني اللي أحكي لك ده ربما لا تدخله وأنا أقسم بالله أنه حدث نعم جالي رجل أو شاب يعني ذكر وزوجته ووالده أعتقد أو جزء من العيلة فيه يا عم اللي حصل قال لي والله اللي إحنا جي خش عليهم الدخلة بتصوت وبتغم عليها وبتخرب الدنيا وتعبانة بيوم اتنين تلاتة في الآخر جابنا واحد قال لهم ده سفلي طب يعني إيه سفلي قال لك لازم يحصل حاجة طب عم خلصنا نحن في عذاب قال لهم لازم قالوا خلاص اللي انت شايفوا صح يعملوا قافلوا الراج الزوج وحماة والعيلة قافلوا عن الراج الباب مع البنت لا إله إلا الله عشان يعشرة والله حصل لا إله إلا الله والله حصل درجة أنا بقول لهم يعني أنتوا مجانين أنتوا ما عندكش دين ما تتجنن ما تسحر يعني ما يحصل ليحصل أنتوا كان فين عقلوك وفين دينك وفين تفكيرك وانت تتعملوه ده في الآخر لما عادت مع البنت كل المشكلة وطبعا محشكين ما تحلتش يعني هو عمل كم حلتش كل المشكلة أنه كان بيعملها يعني بلا وعي كان بيعملها بأسلوب فظ فالبنت نفرد منه كتخافة معاشرة لا أكثر ولا أقل لكن لما أنت سألتوا أنتوا كان فين عقولكم فين دينكم إلى مغير ذلك ردهم إيه محدش رد سيردوا إيه كلهم كانوا الشهم في الأرض للأسف نعم محدش رد أسأل الله أن ربنا يدينا وهديهم يعني يدي مسلمان ده بالنسبة للسحر طيب بالنسبة بالنسبة لمعاشرة الجنين للإنس في نفس النقطة نعم إحنا بالنقصل للشرع الجن يستطيع أن يأكل مع الإنس أم لا يستطيع دون أي شعر باتفاق أهل العلم يستطيع طيب جميل يستطيع أن يبات معه في البيت أم لا يستطيع نعم هي بقى دون أن يشعر يعني أنت لو واحد نسي سمي الله وكل الجن يأكل معه الشيطان يأكل معاه نعم ده بالنص هل يشعر الإنسان بهذا الأكل لا نفس الشيء الإنسان حينما يقول في المعاشرة بسم الله اللهم جدبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ده دليل أنه قد يشارك الشيطان مع الإنسان في هذا الفعل نعم لكن لا يشعر به الإنسان يعني ما يحصلش منه شيء مادي ولا يحصل ولا حمل ولا فضق شاء بقارة ولا حتى إحساس بالليل ناس متخيلات نعم يعني بقى معنا عفوا للمقاطعة لكن أصل الأمر ده فيه جدل واسع جدا صحيح يعني بعض الأخوات ترسل رسائل على صفحاتنا وتقول إن هي بتشعر وهي نيمة إن في حد بعشرها أيوة أكيد حدك وصلك رسائل من النوع ده أيوة ده بيبقى أيب أبوز صلى الله عليه وسلم جاءتهم رأة نعم قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء نعم هل سألها ده من جنة ومش من جنة لا جميل يعني المرأة ممكن تحتمل تحتلم مثل رجل أم لا ممكن تمام دي أمور قد تحدث لناس بصورة كبيرة وبصورة متعددة نعم لكن في بعض الناس اللي هم عندهم عفة وعندهم طهارة أو عندهم خلط في المسألة إن ده ممكن يكون من جن بيبقى عندهم صراع من حاجة اسماء الاحتياج وحاجة اسماء المعتقد يعني هم بيحصل لهم احتلام نعم لكن هي خايفة إنه يكون ده شيء من الجن خايفة ده يكون شيء من الحرام فبيحصل ألم هنا بيحصل صراع نعم فالمسألة بتحدث لكن هي بتكون متألمة وخايفة أو بتخاف من اللي ده يكون جن لا أكثر ولا أقل نعم وخبال حضيك لكن إن حدث إن حدث معاشرة بين الجن والإنس لا يشعر بها الإنس أصلا زي الأكل بالضبط زي ما الإنسان بيأكل زي ما بيأكل معه الشيطان وهو لا يشعر أو قد يشاركه في بعض الأمور وهو لا يشعر أو قد يكون معنا في الأستوديو الآن جن ولا نحن نشعر فكذلك إذا حدثت معاشرة لا يشعر بها الإنسان ولا يترطب عليها شيء مادي ولا يترطب عليها فضغ شار بقرة أبدا لكن ممكن يحصل وحضيك ده اسم مشاركة نعم مشاركة زي الإنسان زي وحضيك ما هو فصل لي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحديثنا بيسا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا نعم أثناء الجماعي أيوة هو الحديث ده في موضوع أثناء الجماعي نعم لكن الناس يا الإنسان هل يشعر بشيء؟ لا يشعر أنا ما هو أحد تمام فهو قد يحدث بلا أن يشعر به الإنسان وفي الحالة دي ماذا تفعل المرأة؟ إن شعرت بذلك هو حالة طبعية حالة طبعية هي ليست أثناء بتقول دون أن يشعر لكن النساء اللي بترسل السائل من هذا أنا حسن فيه حاجة لا ما هو حضيك في فرق أنا بقول لحضيك لو حدث زي بقول حضيك الشيطان لما يأكل مع الإنسان هو لن يشعر بأكله نعم لكن الأكل يحدث نعم بلا منازع تمام كذلك كون المرأة بتقول لك أنا بحس بمعاشرة تمام ده إحساس طبيعي يعني ممكن لتكون لحاجة لها أو يعني الاحتلام طبيعي يعني حاجة طبيعية زي واحد عنده الإثارة الجنسية قوية نعم ولد عنده الإثارة الجنسية قوية يعني هيعمل إيه؟ نعم هو ليس مؤاخذ على هذا ليس محاسب أقول له يعني هويني عليك أنت لست محاسبة على هذا الإحساس تحاسب إمتى لو أنت بتفعلي أفعال محرمة تثير عندك كذير مشاعر يعني تؤدي الإثارة الجنسية مشاعر هذه المسألة تكون حرام وإحنا تتبعنا أكثر من حالة تتبع دقيق جدا في اللي بقولوا المسألة دي والله كلهم كانوا كاذبين ومش اللي بقولوا الإحساس نعم لا إحنا جاننا أكثر من حالة على فكرة قادي جن كان بعشرها وحصل فضي غشار البكارة وطلع في آخر كان فيه خانة زوجية أو كان عفواً أو كان فيه خيانة يعني خيانة في المسألة دي يعني يعني كان بنت ماشي مع واحد وحصلت أكثر من مرة وتتبعنا الأمور دي بطرق معينة بقبل يعني قاعدة نسأل حاجات في العيلة وتقصينا يعني تقصينا الحقائق فيها لأمور محددة وتبينت وضوحها الشمس في ربعة النهار هي عايزة ترمي المصيبة دية على الجن عشان ما تقولش أسهل حاجة الوقتي اللي أنت ترمي على الجن تمام والمصيبة بقى يا شيخ إبراهيم أن هي تروح ل طبعاً هي لما تقول لولدها أو زوجها وأياً كان أن هي بتشعر أن فيه حد بيعشرها وطبعاً بيأخدها وديها العراف أو الساحر يقر هذا الكلام يفضل ومشيين في السكة دي كتير تمام وعلى فكرة معظم الحالات التي كانت متزوجة وبتشعر بمعاشرة الجن الإنس عفواً بتشعر بمعاشرة جن لها كنا بمعظمها أو أكثرها كنا بيلاقي فيها حاجتين إما فيه صدود من المرأة عن زوجها لأسباب ما أو سرعة قصف عند الرجل يعني المرأة عفواً بتثار أثناء الجماع لكن لا تقضي أمرها فده بيخليها في حالة دائمة للطلب هي لم تقضي أمرها يعني لم تصل لحالة الإجباع للطبيعية يعني ده في أغلب الحالات لم نقل في كل الحالات لكن لا طبعاً لها صور كثيرة ومتعددة لكن كون اللي يحدث معاشرة مادية تترطب عليها أمور ده لا يحدث أبداً وللتوضيح تترطب عليها أمور يعني فيما يتعلق بفضل غشاء البكارة أو حملة أو مالة غير ذلك أبداً مش ممكن يحصل أبداً دي فطراءات وكذب ليست صحيحة أبداً يعني ده قولاً وحداً يعني ده ما فيش أي دليل عليها تمام واختلاف الجنسين بين الجن والإنس واختلاف الخلق وأمور كثيرة جداً فضل برضو نقطة تحويل الفلوس اللي حصل في برامج التوكشو أنا عرف أنت لنا بقى من معاشرة وأرجع تاني موضوع السرقة يعني أني يحول الجنيه دولار أو العكس خف ديال حصل برضو برامج التوكشو والكلام ده أي وانا شرحتها في حلقة بل كده حضرائك إن شاء الله لو لو فيه إن شاء الله حلقة بإذن الله بذكرني بس أجيب لك معايا دولار وأجيب لك معايا وأعمل لك وقدامه 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 المشاهدين بتعمل إزاي ده حاجة يعني يعني في ديئة بتاع لو بلاش ودخلوا دلوقتي على اليوتيوب وكتبوا كيف خدعة كشف خدعة تحويل الورق أو الفلوس إلى دولارات عبارة عن إيه بقى خفة يد يعني ولا الورقة بماشي إزاي هي حضرتك بيكون الدولار أو الورقة دي متنية بطريقة مربعة نعم خلف العملة التانية فهو مسكة كده بس هو مسكة من الخلف وروح يطبقها لك تمام بيطبق العملة نفسها ويمسكها كده ويقول لك أهي شايف دي إيه يقول لك مش دي الـ 100 جنيه أو العشرة جنيه أهي أعم أنا قفلت إيديها وروح عملها نحة تاني رح مسكة بالعكس وروح فرد لإيه تمام فردها على دهرات بقى الدولار على الدولار بس هي بتبقى بتربطها بطريقة معينة يعني مطبقها كده بطريقة مربعة معينة ولزقهم في بعض لا أكثر ولا أقد في النهاية لو وجه نصيحة للمزيعين ووسائل إعلام بشكل عام فيما يتعلق باستضافة أمثال هؤلاء وإثارت هذه الفتن على شاشات تقلومي والله أقول لهم اتقل الله عز وجل نعم المسألة من دع إلى ضوالة فعليه وزرها وزر من عمل بها اليوم القيامة المسألة يسب بهينة المسألة بترتب عليها كوارث وبترتب عليها أن فيه ناس بتخش في أوهام فيه ناس بتخش في كذب فيه ناس بتستغل لهذه الأمور لأغراض شخصية ده حتى فيه بعض الناس استضافت كان فيه بعض الناس يقول لك يا عم كان فيه أحد مريض مريض عارف يعني أحدك مريض هو عنده مشكلة في العظم بس يبال لك اللي هو عنده قدرات خاصة نعم بعد كده عمل نفسه شيخ وهو بيرقص في برنامج تيكشو تاني ده غير كده ده فيه مزيع ملقب نفسه بالدكتور وشيخ ملقب نفسه بالدكتور والأسف بلحية ويقول لك المزيع فلان فلاني والكلام ده كله وبعمة ويقول لك قال الله قال الرسول وليه تأليف وفيه برامج ليه برامج زي كامرة خفية اسمه في التخشيفة عشان لو حد عاو يشوفه وطالع مع واحدة لابسه ماكرو جيب ماكرو جيب عملة هزر معاها واخبالها كله وتسورنيم وبتاعها كانوا بتكلم إنجليش وعايش في الدور يعني يعني الأسف بقى التجارة بالدين التجارة بأعراض الناس فميجي مزيق بقى هو محترم وليه رسالة وليه اسمه وليه وقاره وليه شخصيته وليه هبته عشان الشهور الإعلامي وحصد مزيد من المشاهدات أولا ده مش أولا ليس من المهنية في شيء نعم وليس من الدين في شيء وليس من يعني حتى من كسب أموال الناس بالباطل ده يعني ده حتى لو حد مشاهدات مشكة الترند النهاردة اللي بقى بتواجهنا بشكل كي في النهاية مساءت بقى حرق البيوت معلشان ليه هناخد عليها في دقيقة سريعة تمام إن كل شيء البيت بيولع بيطلع دخنة يجيبه وعرفين يجيبه وصحرة ويبعته جيبه ناس من محافظات بعيدة جدا المعروف عنهم المضوضة إيه مش ملاحظ ده معلقة حسنيين ولا بقول الاسم ما رح يستقبض عليه بقاش فيه حرق بيوت سد فينا ما اسمعناش المضوضة بقى ثير بقى له فترة ما تحرقش البيوت إيه اللي حصل أيوة حرق البيوت دي كانت مواسم نعم وكان دايما بيجي اتنين بيطفوها يعني من حوالي 25 سنة كان فيه واحد اسمه حسين شهين كان ملاقب بقاهر الجن نعم مش 25 كان حوالي 20 سنة نعم حسين شهين ده أنا قابلته في سانسفيت في مركب هناك طبعا ما بيصليش بيشيش حاجة كده يعني زي الفل كده حسين شهين ده كان أول واحد شهره أو اكتكلم عنه كان أستاذ إبراهيم نصر الصحفي كان في جارة المسا وكان ملاقب بجهر الجن والعفريته بيطف حراي وبيعمل حاجات وفي الآخر طلع كل ده نصب إزاي والصبريم حتى يعني حتى نشر عنه تحيات وصحاب اللي هم كان بيجيبهم بيبعالجهم قدام الكاميرات طلع كما أجرهم والكلام ده تنشر في تحيات صحفية وجه في برامج سميان على العقاية دي لكن مساءة حرق بيودي أصدقاء يعني باتفاع بقى أنا أقول له حبيب بص يا شيخ خمر فضل عارف يعني إيه واحد يبقى عنده قدرات خاصة أنا أقول لك على حاجة والله 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 حدثت أنا كنت مسافر لرجل في الخليج نعم رجل أعمال في الخليج ده صارف كام صارف كام على الدجالين إيه ده حديك رقم كده بالمصر يعني مش أقول بعملته عشان ما تعرفش هو أقل دولة حد صارف كام على الدجالين 200 ألف 300 ألف مليون صارف حوالي نص مليار جنيه نص مليار أقسم بالله حوالي نص مليار جنيه ليه عايز منهم إيه حجاب واحد بس قدامي حجاب واحد بس كان دمنه حوالي 45 أو 50 مليون جنيه انت متخيل حضلك دي ليه ما قال ليه دي مش مشكلة بقى ليه دي بقى مش مشكلة أيها كاب أيها مشاهد لما يسمع المريض هيصرف الموهوم هيصرف اللي عاوز حق أسرات هيصرف المتخيل اللي تجارته هتربح وهيجيب اللي تاية هيصرف برضو ما أرضتش عليا حق البيوت ده إيه ما أعرض ده لحضرتك هي المشكلة مش في شوات بيوت القش اللي بتولع هنا أنت طلح حضرتك بيوت قش اللي بيدفع مرات لا ولا بيدفع مار ولا شقة لا شقة ولاعد أنا بكلمك على البيوت اللي بتولع على طول بصحضة فيه فرق أن ده يقول لك ده فلان ده ولع بجن شقة ولاعد مرة فقول لك ده جن لكن أنا بكلمك على البيوت اللي كانت كل يوم بتولع تمام راجع تاريخها وكله موجود على اليوتيوب هتلاقي كلها في بيوت في الأرياف كلها طيب كان فيه عمارة معروفة في القاهرة أظن أو في محافظات وموجود على اليوتيوب عمارة دي كانش حدي بقرب لها لأن دايما كان فيها مشاكل مين؟ أمارة سكندريا تقرية مش فاكل أمارة سكندريا أنا روحتها من كام سنة ومصورين حلقة وموجودة على اليوتيوب وحاولت أعرض فلوس عليهم عشان نخشها محدش رضي تبقى تخير حدك وسجلنا قدام العمارة وبعدها في مجموعة من الشباب وقتحمة العمارة داخلت وما كانش فيه لجن ولا عفريت ودي أشهر عمارة في الدنيا وكانت فيه عمارة في رمسيس يعني برضك كان فيه على إشعاعات في شرعة على رمسيس متكررة نعم أني بقول لك ده كان بيت بيولع بيت بيولع بيت بيولع كتير كده كل البودة كانت في ريف تمام وكان بيجي واحد بس في الآخر هو اللي إيه اللي طفيها مين ده بعد بقى محسين شاين انتهت الأسطورة بتاعته جي علاء حسنين اللي هو كان عوضه مجل الشعب اللي لسه منسوك في قدرة قصار كبرى دلوقت نعم حلو كان هو الوحيد اللي بيطفيها طيب ما سمعناش ليه بقى عن بيت على طول بيولع في الزمالك أو فيلا ما سمعناش ليه عن بيت على طول بيولع في المعادي أو فيلا ما سمعناش لكن هم وراء الحاجة دي عطرية الصحراء ولا ايه لا دي عطرية اتفاقية يا أستاذي دي عاوز أقول لحضرتك ان القصة مش في قصة البيت القش اللي بيولع حتى لو يصر في علامة ألف جنيه ويدرص حابه فلوس القصة في التليفونات اللي هتيجي من خارج مصر في رجال الأعمال اللي ممكن نصرفه ملايين على مشكلة لأن الراجل اللي عند المعبوزات ده بقى جزء تسويقي ليه أيوة طبعا نعم أم يجي واحد زي محمد المغربي اللي هو كان عامل قنوات وبيدعي العلاج والقطرات خاصة ولنزل عليه حاجة من ده كان فتح عشر قنوات أنا جاء نحسيبها مرة أنا وسيد محمد صابر في حلقة من الحلقات يعني بيصرف حوالي تلتمائة ألف دولار في الشهر مصاريف استوديوهات و و و وعاملين وإيجارات وابتاع تلتمائة ألف دولار هجيبه من ايه أما جوم الشيخة مش عارفش اسمها الشيخة المغربية خديجة خديجة دي التقرات الأمنية بعد سنة واحدة بس مسكوا خمس أشخاص هما الشيخة المغربية داخلتش فيه شيخة أصلا داخلت فيه وده اسمها منتشع على بارات القنوات كان القنوات كلمين كم كلمين حوالي خمسة مليون جنيه نعم من التلفونات بس ومن حاجات دي من نظم نعم يبقى حضرتك دي أرقام فلكية ومش أرقام فلكية بيزنس الجن ونصب الجن والعفري بيحسب أرقام فلكية نعم مش أرقام عادية بالملايين وبالإراب أشكرك حقيقة لازال في جعوبتنا الكثير حول ما يتعلق بالعفري إنجاز التعبير لكن لعل كلنا لقاءات أخرى إن شاء الله نسرت فيها مزيد من هذه الأمور شكرا جزيلا فضل الشيخ عبدالعلي من نورتنا وشرفتنا في هذا اللقاء الله يحفظ غز عمر أسأل الله أن ينفع بك يا رب الله مرحي وأسأل الله أن يعني ينشر العلم الصالح وأسأل الله عز وجل أن ينور الناس وأنا نصحت في آخر البرنامج عليكم بالعلم نعم عليكم بالعلم وتقو الله عز وجل نعم جزيكم الله وخيرا مشاهدين يا كرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعني لأن أتوجه بخلص الشكر وتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ إبراهيم عبدالعليم أحد أشهر المعالجين بالقروني الكريم شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك الله يحفظ شكرا هذه الحلقة وغيرها من حلقات من الحياة موجودة على صفحتنا على الفيسبوك صفحة قناة الرحمة بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم قبل هذا التوقيت بساعة لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته